واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 471 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 132 طن وفي مجال الاستلاع على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 50 طن وفي مجال عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 83 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 751 قضية من بينها 82 قضية خبز ناقص الوزن و46 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 75 طن أقمح محلية ترجمة نانسي قنقر